كان قولوا فصل الصيف كان قولوا العراسات جاي لنختي عراسات جداد معارفين منين يبدو كيفاش يسالي وروتين عروسة جديدة عجد لدويرتها باش تبدو نعرها وكيفاش تسالي اكيد البنات ما نسيتكمش بالنصائح بما انني عندي تجربة لا بأسابيها في الزواج وتبارك الله جوج وليدات فهنا عندي راسي اختيال الله تزوج شو قلت بسم الله حيث بزاف دي البنات رغبوا مني عافك ايمان ولينا عراسات وبغينا كيفاش ندوزه نهارنا في البداية دياله وما انسيتكش هالختي مسك الطهارة طبيعي غتوجدي بيد ديك وبأقل تكلفة اصبحنا واصبح الملك لله هنقول لكم بروك عليك والله يكمل عليك بالخير وبدو الرياض صالحة ان شاء الله والزوج يكون في الخير وانتي تكوني فك الخير عليه هنا مبعد ما فقط يا للا حلي لي الشرجم دخل الطاقة الايجابية هو جديد نفسية جديدة بدلي لي اختي فراش ديال السيغ طول البنات عندك في العام الاول اكيد كل يومين فراش جديد ديال نموسية وما مقدك فرحة وكل شي حيدي لي اختي الفراش وعاودي تاني جدي لي البيت بالوينات كلنا كان يكونوا عريسات كنجيبو معانا ليكوف غلي ليزور ذاك شي جيد كان بيوم قاون بدلو فهد شي اللي كان من بعد ما تبدي اختي الفراش حاولو شوفو احنا العريسات كنجيبو ديما الوينات كيكونوا بهجين انا مني قدرت بيت نعس ابيض مني كنت عروسة الحمدلله من دمتك علي نهائيا اي حاجة احطيتها فيه كتبان اي لو اندرت في الخوامي ولا فزرها بيكي جيزوين ما ندمتك كليا وهان توما كوفة الجلبي تموريح في العين ملمة الابيض جيزوين وما ننسوش التعطير في غامو هادلي اسبخايرة شاركتو مع البنات في الانستغرام كيخلي وريحة ولا اروع البنات في الدار هانتي اختي عطرتي دوزي ليا نكملو الشغيلة ديال الدار غير تحلي عينيك تفطري بداي في الشغال ما تعكزيش نصيحة اللي غادي نعطيك وغنقولها لك هي انك مني تجع روسة ميسترعلك الله ما ميسترش نقلب على الحاجة السهلة ما نبقاش نجيب معي قوة الماعن ولا نشرق قوة الماعن نشري الحاجة اللي غادي تنفعني في صحتي واللي غادي انا نستعملها يوميا اول حاجة غا نصحك بلاس بيراتور هادي اللي عندي البناترا شاركت معكم منين خديته وكل شي ما غالياش ردير 650 درهم نفعتني بزاف ما كي لقوة شطاب لغبرة لطير الخملة لوالو كانت ووزها على الدار كاملة فغامو نفعتني وبزافة لبنات شوفوا هنايا من السالون دوزها الكلواغ البيت الوليدات غا تشوفوا معي حتى الكوزينة انا غا نصحك بيهوة بيش دم يسر عليك الله خودي يا للا مولاتي راكين اللي ماخ دايزن كين بزاف راكت وصل حتى الى 10.000 درهم يعني راكي على قد الحال خودي اختي غير هادي يعني هادي عاجباني تانش الله نهار نتحول بإذن الله ونبدلها دعيوا معي البنات بشي عتبة جديدة هادش اللي ناوين ولكن الله كيقول كلمته الحمد والله والشكر البنات تستهنى السيجوخ هنقول لكم ان هاد الاسبيغاتور عند هاد الراسته هو اللي كيشفطك تحطى البنات كيشفط لك قاع الغبار وقاع دكش اللي كين راكم عارفين سيجوخ كان ناكل وفيحنا دابا وكل شي كيهزلينة فغامو راكم عارفين الخوبز الغبرا هنالا نفعتني صراحة نفعتني بزاف وغيباليكم في الكود الاخر دي السيجوغة عندي فيه بحل تقابي كي تخلي فيه بنات الخبز بزافة هنا بالضبط فهدي نفعتني ما كتخليلي تشحار نقاح الغبرا كتشفطها فالله مولاتي كنتي عروسة جديدة ولك كان نصحك بيها وبشدة جيبها معاك غادي تنفعك يعني غادي تفاقي تحلي عوينتك دوزي على الدار دوزي شفيف نهر اي نهر لا و هانتي للمولاتي ساليتي سافي من بعد البنات ما غنسالي من العسبيراتور في السيجوغ اكيد غادي نعطر شوفوا اي بلاسة ساليتو منها نطويتوها مزيان نعطرها تبقى فيها رويحة زوينة سافي قديت المخيدات واخديتها لبنات نيسا ديكس بخيرا عندي منهم ربعة كينا ديالي فخوي كينا ديال كينا ديال لعود كينا ديال انواع كينا ديال كوكونات كينا ديال كوكونات كينا ديال كوكونات رحة ديالك تحمق تهية سافي اخديتها وعطرت المخيدة كينا ديالك بخير رحة شادة وعندي البنات هاد هاده يكونوا اختي في السيجوغ كينا ديالك كينا ديال كوكونات كينا ديال كوكونات كينا ديال كوكونات كينا ديالك بخير بخير ورحة ابتدأ تقريبا سنعرف بيال بيل بيل سوف النفط الاخرى قالت سوف تختار عميه سوف اضع بهذا السماء تغيرته جديدة اخر مختلفة سوف اخذ spilled ماذا يناول اسمائي سوف اخذ السماء قم بحضر زبادة نرمي لها الكروفيت نرمي لها الكروفيت اذا نرمي لها الكروفيت نرمي لها الكروفيت نرمي لها الكروفية نحاول نحن يجب أن نحن نحن نسيقس نحو الجمعة و هنا اختي قميس المعنى من الإمكتر يجب أن يجب أن تخصي ساعة أو ساعة لراسك النفسك و نسيقين راسك إذا أردتك بالنساء اختار كدوش تحتمل أنه يجب أن تستعمل هذا المنازل يجب أن ترطيف رمان يجب أن ترطيب 24 ساعة لا تنسوا الباودر والستيك لكي نرطبوش فايفنا ضروري البنات تكون عندكم قام خاصة بكم ديال الجسم ضروري هذه البنات العريسات تنصحهم بهذه ديراريتيواز الحمراء والبيضاء رائعة وهنا داخلين على فصل الصيف لها يدينا و الجهنة كي سمار ورجلينة هذا البنات مقشر ومبيض لماذا يصلاح؟ للدين والرجلين لا نعطيك مقشر بوحده ونعطيك ماسك هذا البنات فيه جوش في واحد ستستعمل الياختي ممكن نهران هرلة بدون ضرر البشرة التي نقشرها في الأسبوع أما اليدين ممكن تقشرهم نهران هرلة بدون إشكال اخذي الياختي حليب بودرة اخذي زبدة شية رائعة في الترطيب اخذيها مع القديس ساندة وطين الأبيض مع القديل دانو المسوس سوف نخلط كل شيء سوف نحصل على مقشر وماسك لتبيض وتفتيح اليدين والرجلين سوف نخلط كل شيء وسوف نقومي في يديها كيف يمكنكم اختي في رمضان بقل كوزينة اختي في الصح وداخلين على فصل الصيف سوف يكون الناس الذين يسوقوا والطموبيل البحار لا تخليش يديك يأكلوا والطقحة يأخذوا مدة خصوصا على رئيسات نائغتي اختي اختي عندك العام الأول تبقى متقلقة دائماني لابغر سيدي مولانا اختي بقيت استعملها وسوف أحملي غير الوالدين زبدة شية حليب بودرة طيل الأبيض يتبع عند العطار كثير غير 5 درهم وداخل الثانية اختي غوماش سوف تخليه 10-4 ساعة في الدك وننغسل ونفصل ونضع الدوش بالنسبة على رئيساتنا اختي ممكن في الصباح وفي الليل لا ينتج ان يتخل ونجد ونجد ونخرج ونجد 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 اختي ونجد اختي يعني ضروري اختي ضروري ومؤكد كنأكد لك انك تاخذي الدوش جو المرات في النهار ايوه نعم بعد ما خرجت من الدوش الليل مراتي سمعي لي وتصنطي مزيان استعملت هاد القوماش في الدوش هاد الاجام دي البيادي ما كنستغناش عليها العام كامل وكنأكد عليها الحبان في فصل دي الصيف هاد البنات كتعالج لك البشرة هاد الماسكليان استعمل لا تجعل البشرة تحرق لك مع الشمش اشنو فيها للا ايمان هاد هاد الاجام كنصح بها عريسة نجداد فيها مقشر ما كيهيش لك البشرة هاد الماسك هادا فيها كريم دونوي كتعالج للي الغني بلا فيتامين او فيها كريم سوليغ لخصتك تدريها كل ثلاثة تسويع فصل دي الصيف كريم دونوي ديالي كنصح بها يومي لما فيه لسيكون لبارابين لكولوران لبارفن رائع طبيعي كيخلي لك البشرة كتشال هاد الاجامة مالبنات كتر من سنة استعمال كنظر عن تجربة شخصية شوفوا مني غسلت اختي وجهي داس تربع ساعة وغسلته شوفوا البشرة ودعبا بما اني وصل الليل غا ندير كريم دونوي ديالي اللي كنديرو البناتي يوميا وماني كنفق صباح كندير كريم سوليغ وخاف الدهر يعليش هاد الاشي عالب نفسجي ما كتبانش لينا ولا كتبانش لينا ولا كتبانش لينا البشرة الفرران الشمشانا عندي الداري دي ما كتب غنطلع السطح ضروري هاد الاجام في غلقها ايما غنخلي لك الرقم ديالوم هنا هاهو اختي الفوق هاهو البنات الغاسول اللي كنستعملو تهوي يوميا ما فيش مواد مودرة نهائيا وهاد الاجام كيف مكتلكم تجربتي الشخصية وهدي كريم سوليغ انا غادي نجربها معاكم دابة في الدياتي وغادي تشوفوا انا الكريم سوليغ البنات كتبان بحل كريم إدراتي سوف نساعدها بجيب انوال وكتع تقريدك لها بغيونس جيدة في الوجه وتحميها لك المهم الرقم هو عندك وكن نصحك بها وبشدة ايو اللي مولاتي ايو اني سالينا اختي البشرة ايهيه ايهي اختي نشعلو شميعا معروه حزبينة وتعال اختي الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب ثم التعطير ماني غنساري ولبنت هاد الازيطة نجد معاك اللي مولاتي مسك الطهارة طبيعي بجوج مكونات فقط هترحمي لي اختي عليه الوالدين هنا البنات خديت المرتب دي الكوستون البنات كيتباح في لي بغا فارماسي دي الرمان وتو بدتش اعرفتو مترطيب ونعومة وحد الريحة يا سلام عريسة نجدد كنصحك بي نهار نهارك يا اختي والعام ديالك والله يكمل عليكم البنات بالخير والله يسر لكم شوفو خدو باودر هادا البنتي الاجمل جابتو لي صاحبتيم السعودية فن را صورتو لي كونك بيلا قبل ما ناخدوش كديري في مناطق ديال النبط كيخلي لك واحد الريحة ما يمكنش ريحة اونوتة على نعومة على النقاوة ما عرفتش اختي كيفاش نوصفها لك المهم كديري في الجسم اللي البلاسة اللي كتحرق لك بزاف ودكشي عراك تبقى فيه ريحة فن هنا لبسنا حوي جادنا عطرنا وما تنسيش ترطيب الفم نغسل اختي فمي جوج مرات في النهار يكون غاسول عندك ديل فم نشل الفمي ونرطب جوج مرات حتى الثلاثة في النهار غين نظور ورطب ايوه اهنا غتلقوني اختير جليد رتون في المسخون ما قشرتهم شب داك الماسك انا عندي هادو البنات هادو البنات جابتو مليا واحد البنت من اللي زيتازيوني من امريكا را موجودين حتى انا الى تلاقيت معاو را غنخلي لكم الرابط هادو تنقع رجلك ربع ساعة في المسخون وكتلبسيهم بحل تقشرات كيكون داخل فيهم واحد البخودوي من بعد ربع ايام رجلك يبقوا يتقشروا كتحيد منهم كحال داك الجلد وكيولي رجلك بحال ديالي بابي علشان اعدرتهم را كانوا عندي منش حال هادي ممنوع تدير يوم في الولادة ممنوع تدير يوم انتي كتردأي يعني تفطمت يعني ساعة كتاب الله يعني كتنقع رجلك في المسخون وكتلبسيهم بحل تقشرات كتبقي بيوم ساعة ديال المقانة انا غنلبسهم وغادي ندير ماكياج يخفيف اليومي وغادي نصيب شهري وبعايد غادي نحيدهم وغادي تغسلي رجلك وكل نهار مدة سبع ايام تنقعيهم في المسخون مدة ربع ساعة باش يسهل التقشير كل نهار ديريهم في مياه سخون لمدة ربع ساعة غادي تشوفوا ان رجليك تقشروا بحل لا يستر محروقه فغامه ورائه زوين 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 بزيف انا جربوا ديال صحباتي ونصحوني به وان شاء الله غنوريك رجليه من غيبدا ويتقشروا ونقلب عليك اختي فينك تباعوا ومشارك معك الرابط اختي حلاش الله يراكم عارفين داخلين على الصيف رجلينا خاصهم يكونوا حمر وخلعهم كامل خاصنا نطلعوا فيهم ولكن فيصل الصيف يكونوا معرضين لانهم الصنادل بزيف ايوه انا لبستهم اختي وربطتهم ونضغتين نكمل شغالاتي العريسات انا رأيك ارانا معك اختي ما تنسيش لي يا راسك في الرجيلات ندير اختي واحد عكار الفاسي مع فازلين ومقندة هنا اختي قديماتي ويعطوني ذكاء الانوت وذك النعوم وذك الحمار ضروري اختي واختي ما تكونيش عروسة واختي تكون ممزوجة يجديريها قبل ما نزووش كنت دي مضروري هذا الروتين وما تنسيش وديناتك ما تنسيش وديناتك المسوح وما اختي ضروري نرقوهم غير من برا ما كنت دخلوش لعودل داخل غير من برا ايوه اذا بان بعد رحنا دايج ارطبنا البشرة ديالنا دابال بان البرنات غير الحريسات اكيد كيبغي وما يبان وشاك صفر اختي اختي سوف نضرغ خفيف ضرق لبسط اختي حجبان سبغي بسط ليس بسط اختي تخفيف ماسكرا خفيف ماسكرا خفيف ماسكرا لا تدري وراء ماسكرا خفيف ماسكرا ماسكرا خفيف لان اختي لا تنسحك لان اختي ماسكرا لا يخفيف من البشرة ضروري البلوش ليكيد يحمر لك سرها وغط يحمر الحنيكات حمري وقت يحمر حمري وقت ماسكرا وقت ماكياج اليومي نضيف خفيف لكي نكبر خفيف وكي نكبر خفيف وكي نجعل البراكة وكي نجعل ماكياج اليومي سأخذ اختيار وكي نجعل البراكة خفيف اختي ثم سأخذ شعري كيف تغسل شعر يوميا حتى لا يضيف نغسله مرات في الأسبوع فقط ثلاثة اما نضيف الجسم فقط لا تنسى التفائرات لا يكون برود المساج لا يكن برد أختي اختي اختي شعري بالنسبة شعور ليس برود وقف كن برود المساج في انتظام بالنسبة اختي اختي مرحبا اميلا اطلاع نحن نظام كمية نظام كمية فقام انتصرف سنضم بجوج مكونات ، 50 درهم ينستعملها كميد من المسك أنسك الحر أوضط على المسك زيادة المبيض وظيفة نعطي البوكه نريحة و زيادة يأتي بهاته أسهل كاميرا ونصور افادة والاستفادة الزيت الجليسيرين اختي المبيت كبير في شزليفة صغيرة زيدي قطارات من الفيتامين او لا يوجد ضروري ولكن يحافظ لنا على كمسك الطعارة ويغضي لنا البشرة من بعد نأخذ نصف المكحب وندوبه في كاسرنا على بوطن ميلة سوف تكبير الزيت الجليسيرين وتخلطي تخلطي مزيان سوف يبدأ كريم شوية غير شوية سوف يستعملي لي اختي في قريعة هكا تكون فيها تاياك قريعة اللي سوف تستعملي يوميا ما عندك شادوك الكريمات اللي يجري في الدوش خديها جونسون سيري شادوك الكريم جونسون بدي عن مرة يحضير العبار ويعمر لك في 21 درهم هانتي اختي ولات عندك فيكتوغيا يعني ماشي ضروري تقولي اللي اختي هاتشيره ما كينش نهائيا شي سبا اللي اختي تللي في راسك ثم تللي في راسك نقولي لي اختي الفيديو ديال اليوم كي جاك ضربت فيه تمارة باش نفيد ع رئيساتنا جداد كنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم يكون مفيد لكم ما تنسي تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد انستغرام ديالي في اول تعليق واختي شكلي مزوينة واللايكات ديالكم وبزوات وانا غادي نقول ليك الحبان الى الفيديو القادم بحول الله الى بغيت ايمان اي فيديو اي روتين خليليه في تعليق قولي لي ايمان انا بغيت منك كده وكده وطالباتك غايت نفدو اوامر او بالحرف اجربي لي اغتاد مسك الطهارة واجرد ديالي وانتلاقاو في فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة